وعلى آله وصحبه من وعلى رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه القول هذا الدعاء إذا كنت ستتكلم عن المرأة فيجب أن تكررهم ثلاثة مرات حتى يفهم كلامك ولا يحمل الأوجه إذا سألناكم ما هي فتنة عصر الإمام أحمد ستكونون خلق القرآن ما هي فتنة عصر شخصاً تيمية الفلسفة وما تبعها وإذا سألناكم ما هي فتنة اليوم هي قضية المرأة لذلك إذا لحدت في كتب التراث عن قضية المرأة العلماء الذين كتبوا لن تجد شيئاً فهي قضية جديدة ونازلة ألمت بالأمة بعد أن خرجت المرأة من بيتها لأول مرة في تاريخ المشانية خرجتني تكتسب الموت وكانت مكفية من هذا العلم منذ أن نزل آدم وقال له الله إن لك فلا يخرج لكم من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ففقية هي في الضيء وفي الماء وفي الطعام وخارجه هو يشقى ويضحى ويتعرض للشمس ويعرى لكي يؤدي حقوق هذه المرأة العظيمة التي أمه وزوجته ومنجه هذا الهجوم الذي هجبنا به تسامحنا معه ووجدنا أن هناك الكثير من الأفكار التي أصل لها في مؤلاء الإسلامي فبدأت الفكرة تكبر وتكبر إلى أن خرجت بشكلها الأخيرة التي تتعونه وهو النسوية التي طالبت اليوم بالاستقلال التالب عن الرجل بل أصبحت تتهم الرجل بأنه عدوها وأنه ظلمها وأنه هو سبب معاملتها في عرضنا اليوم سنتساءل هذا السؤال لماذا لنحظ قضية المرأة فإذا نحن عندما نتحدث عن المرأة اليوم ليس لا نتحدث عنها من مرجعيتنا فقط نتحدث ونحن تحت الأنظار نتحدث ونحن تحت الضغط الثقافي والحضاري الذي نعيشه ومن ذا يتجد دائما في كلامنا هناك مقدمات مسكودة عنها وهي عبارة عن استجابة خفية لهذا الضغط الذي ضغطت به علينا المنظومة الأمومية أنا في هذا العرض سوف أمتعد عن هذا الضغط وسوف أنظر إلى النصوص كما هي وهذه قوة الإسلامية أو مشكلة الإسلامية بالنسبة للأموم أن لديه النصوص والنصوص صلبة ولا تتغير ومحفوظة من الله عز وجل ولو أن هذه النصوص لم يحفظها الله عز وجل أنه وقع لما وقع لأماما وقع لأماما قبلنا اليهود والمسعر الأموم يجب أن ننظر إليها دائما عبر التاريخ أنها صاحبة دور كبير لم يسلط عليه الدور في هذه الصورة ترون عيونا فقط وهذه العيون تحمل معاينات وتحمل قصص وتحمل هذا الشعار الذي دائما أردده أن الإنسان صنع الحضارة لكن المرأة صنعت الإنسان وهذا هو الميزان الذي يجب أن ننظر به إلى دور المرأة لأننا إذا أردنا أن نبحث عن دور المرأة في الدعوة وفي تأسيس لهذا الدين سنجد القرآن الكريم أول من أشهد لدورها ونجد آيات كثيرة بيننا أدور المرأة من هذه الآيات التي أمامكم فنجدها في هذه الآيات إما أن تكون صاحبة رسالة إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني لك أن تسر إما رؤية تحمل مشهور فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها من ذا حست كأن بسبوعها الذي حملته في صدرها وفي جنينها لم يثمر تلك الثمرة التي توقعت فكان قبول الله عز وجل أن تقبلها بقبول حسن وكان من هذا التقبل الحسن أن تصبح بناتها مريم آية للعالمين وجعلناها وابنها آية للعالمين إذن رأيناها صاحبة رسالة نراها أيضا في القرآن الكريم أما وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليوم لماذا يمرها من أرضعه؟ هل الأم تحتاج إلى أمر من أرضعه؟ لأنه سيظهر لنا فيما بعد أثر هذا الارضع في بيئة موسى الذي تربى في قصر فالعون من المفترض لشخ تربى ويلعب في قصر فالعون وزميله ابنه قارون وزميله الآخر ابنه أن يخرج من أبناء حاشية فإذا من يخرج إلى المدينة يجد رسالين يقتتلاني هذا من شيعته وهذا من عدوه كيف عرف أن هذا من شيعته وهذا من عدوه؟ وحينا إلى بول الله سبحانه وحرمنا عليه المرأة عندما ألقمت ذديها أعطته السيستم كله أعطته طنظمة الأخلاق كلها أعطته نهوية التي خرج بها وظهر فيه ذلك حتى قبل أن يكون رسولاً وذهب إلى قرية مدين خائفاً يترقب لكن خوفه وترقبه لم يمنعه أن يستنكى منظراً أرف أن يرى عليه المرأة وأن يتزاحن من أجل لقمة يعيش قال ما خطبه أمم؟ والخطب ما هو الخطب؟ المصيبة قالت لا نسقي حتى يصدر الضعاء أبونا شيخ كذير لماذا أخبر عن حال أبيهما؟ هل سأله ما عن أبيهما؟ لكنهم اعتدرتا عن هذا الموقف بأن أبانا شيخ كبير أي أن المرأة لا تقوم بهذا الدور إلا إذا صار أبوها شيخ كبير وأنا أتساءل دائماً وأنا أرى نساء في الباصل هل أصبحنا كلنا شنو خلق المرأة؟ إذن نجدها أيضاً في القرآن الكريم يتحدث عن عبادتها يا مريمو نجدها أيضاً في القرآن الكريم حفيفاً لما ذكر الله عز وجل سورة الأنبياء وحكر قصصهم ومواقفهم أدرج بينهم نمرأة فقالوا مريم بنت عمرانة التي حاربت الضر التي وقفت لوجه الطواغيت التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت أعفل إنها آية للعالمين إن هذه أمة تكون أمة موحلة إذن إذا تتبعنا أدوار المرأة بالقرآن سنجد هذه الأربعة أدوار هم عابدة صاحبة الرسالة ومعاففة ونجد الخطاب لأماء المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بلوتكم من آية الله والحكمة لخصوصية ارتباطهم أبا الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا القرآن الذي حكى لنا عن فشاربوا منه إلا فلما قتل داود جالوتا وآتهم الأنبياء وكذا وكذا بيّن لنا من خلال تتبع أدوار المرأة أن أدوارها الضبيئية يجب أن تتناسب مع ما خلقت عليه من لي وما خلقت عليه من ما ولذلك كلمة المستضعفين موجودة أربع مرات فقط في سورة النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والمدال لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيل فكان لها هذا العذر في أن لا تكلف تلك التكاليف الكبيرة التي قُلّفها الأنبياء والمرسلين ولهذا ليس لدينا نساء الأنبياء والمرسلات لماذا؟ لأن هذه التكاليف سنلقي علينا قولها الضقيلة تحتاج إلى خلق آخر مختلفة له صفات مختلفة وهذا أساس منظورنا نحن في الإسلام للفروق بين الرجل والمرأة وهو أساس العذر الذي تحمله الأمة الإسلامية للمرأة والذي تجلى في قول موسى إذا رقع نارا فقال لأهله مكثم فقال لأهله مكثم وذهب هو لإستطلع الخبر وينقر على هناك مخاطر فقال لنحن مخاطر لنحن نحن نجد såنة القرآن الكريم سنجد إلى السيرة النموية وإلى دورها في نصرة الإسلام سنجد مجموع من الإدوار سنجد نجد نجد سنجد نجم هذا البود الشازع وفي الأنبياء المرسلين ليس لدينا أمريك المساعدة في رواد الحديث من الصحابة لدينا 200 امرأة رواد في مقابل 8000 لماذا؟ لدينا في العلماء والفقاليما المحبب والأيكم الأربعة والمفسرين والمحدثين وأصحاب المسانيد هل أحد منكم يعاد الكتاب في التفسير كذبتهم برأة؟ كتاب واحد في التفسير كتاب الأصول كتاب التاريخ كتاب الفقر نأتي إلى المجاهدون الفاتحة وطبعا هذا ليس مجال الإسلامية أفضل العباد الزهار نجد المرأة زحمت وأثبتت وجودها في هذا المجال وننتقل إلى الشريحة التي تتعليها هذا الجنول وهذا الهرم سيبيننا أمر بشكل أوضح وهو سلم الارتقاء الذي وصلت إلى المشكلة أعلى ما وصلت إليه هو مقام الأنبياء المرسلين وهو مقام الأنبياء المرسلين نأتي إلى من بعد الأنبياء المرسلين في المكان خلفاء خلفاء أهل المدر وعند الردوان نجد المرأة في وجود مقارنة نأتي إلى روض الحديث وإما الأربعة والفقهة نجد بعض الراويات هنا نأتي إلى مجاهدون الفاتحة ونأتي إلى عباد نفس الجنول لكن انظروا إلى خلف هذا الهرم وما لا يتضحوا أن أرجعوا خلف هذا الهرم يوجد هرم وردي وليل هرم لا يل هرم فخلف هذا الهرم يوجد هرم وردي أي أن المرأة هي التي صنعتكم لها أولئين عبادون سهلات ربتهم ولذلك أنا أتحدث كثيرا عن أم الإمام مالك ولا نتحدث كثيرا عن أم الإمام أحمد فنطالب المرأة أن تكون كالإمام مالك وإمام أحمد وهذا لا يعقل لماذا لا يعقل؟ سوف نظر الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة جميلة يجب أن نستخدمها نحن كأمة في حكمنا على دور المرأة إن حسن تبع علي إحداكم لذوجها يعدم ذلك كلها جهة لكنا الحش أي ممرأة كذلك دائما تجد أن الإسلام أعطاها نفس ما يعطي الرجل بجهد أقل أعطاها نفس ما يعطي الرجل بجهدها الذي يوافق تياجاتها وهذا الإشكال طرحته المرأة أول من نثل الوحي و جاءتكم مسألة مهما يا شخصية قوية ومسألة قالت يا رسول الله ليتنا كنا رجالا تعرفونا بالحب ليتنا كنا رجالا أن يأخذ الرجال لا نأخذوه وإنما لا ننصف الميراث وهو عدد نزف فنزل قوله تعالى وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَطَّرَ اللَّهُ بِهِ رَادَكُمْ عَرْبَةَ ونزل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات المؤمنين فإذا الإشكال عندنا نحن كأمة غير مطروح أصبر لماذا؟ لأن كل ما تكسبه أنت من حسناته في ميزان أمك كل ما تفعله أنت من أدوار يرجع فضله إلى أمك طيب وهذا يجبنا عن معضلة أخرى لأننا إذا قدمنا نقدموا نظرنا إلى التاريخ نظر مجرد بدون نجامدات سنجد هذا البول الشاسع بينما قدموا نظر وبينما قدمتهم قوة الأرض وهنا لدينا احتمالا للجواب عن هذه المؤمنة إما أن الإسلام قد عطر المرأة ومنعها وظلمها وهذا ما يبتعي للمنون اليوم وإذن نحن نجتهد كثيرا في أن هنا فلانا التي فعلت وفلانا التي بنت نقارن هذا ما ما فعله الرجال لا شيء لا يذكر بون شاسع إذا جوابنا ليس هو هذا الإسلام لم يدخل المرأة جوابنا أن الإسلام كافأ المرأة بما يتوافق مع دولها ومع طبيعتها فلم تكن هي أصلا بحاجة إلى أن تزاحم الإمام البخاري وتركب وتسافر وتطوف وتترك أولادها وتترك لأن الإمام البخاري كله في نزال حسناتها القيامة أحيش من هذه الحسناتها إذن لماذا لم تقدم المرأة ما قدم الرجل؟ ثمث هذا المهش الصغير الذي أرهقها وأكل من صحتها ومن عقلها ومن قلبها ومن بالها حتى إن أحد الناسخات كاتبت وقالت في نهاية نسخة الكتاب إنني أكتب في اليد الأخرى طفلي فإذا وقع سهم إذن لو أخذنا مرأة طبيعية في المجتمع المسلم تلك ستة سمعة ثمانية هذه خمسة عشرين ثلاثين سنة من أجل ثلاثين سنة من شبابها أو من خيلة وقتها متى يبقى لها وقت لأمور أخرى؟ فإذا المرأة مشغلت منذ بداية التاريخ بأساس الحضارة والصناعة الإنسان إذن هذه المعيقات المرأة وإنها المعيقات فطرية وشرعية أما المعيقات الفطرية فقط متعلمون الحيض والنفاس والهرمونات تتقلم عنها المستاذ كريم متكلمنا عن هذه المرأة فيزيولوجيا مرحومة ولذلك أسقط الله عنها ثلثين التكاليف وينفتك عن مرحومة عندما تطالبها أمس بنفس ما تطالب الرجل والرجل يستغل كل صباح ونشيط ليس عنده أي مشكلة لأن هناك مشكلة في أصل الخرقة إما أن الله عز وجل ضرمها لأنه لم يعطيها هذه القوى أو أنه يريد لها شيء آخر وهناك المعيقات الفطرية ومعيقات شرعية لا تسافر إلا بالمعرب، الإختلاق، الخلوة، الأبد كيف تريد أن تصل في مجال إلى أقصى وقد وضعت لها كل هذه المعيقات؟ إذاً أين الخطأ في نظرتنا المرأة؟ الخطأ في آلية التقييم المرأة إذا قيمناها بعين المرجل تبدو أنها مصر عن شيء الكثير من فتاة لكن إذا قيمناها بعين المرأة هنا يسمح لدينا معيارات مشكلة حذارة الغربية لليس لديها معيارات لديها معيارات فطالبت المرأة قالت لا أخرج لتجري كل صباح حتى تحقق ما حقق الرجل وهنا أرهقت المرأة ونزع عنها صفة الاستضعاف التي كانت في الشريعة الإسلامية رعايتها لديها معيارات إذا إذا دخلنا أعمق في هذا سنصل إلى أمر آخر هو الذي أجبت عقل الإنسان المرأة كانت تصنع الإنسان وليوم تطورت العلوم فكان ينبغي أن تتطور صناعة الإنسان ولكن ما حصل هو العكس أن المرأة أشغلت عن صناعة الإنسان وخرجت لتحققها هدافا هي هداف للرجل تريدين أن تجاهد أن تضعيفا النساء أتجاهدوا مع رسولهم كم واحدة؟ عشرين في كل سرة النموية عشرين وفي أحد أقوال الفقاء أن ذلك قبل أن ينزل المنع والرسول صلى الله عليه وسلم منع مرأة أتجاهد في الآخر التشريب واستأذلت غرأة من غزة فلم يأذنها قالت أريد فقط أن أخرج لأعالج وأدوي قال لا لو أذنت لك لقام أذنني لفلان وهذا رأي من الغارة الفقية إذن عشرين مرأة مقامل عشرة آلاس نجاي فإذا لا توجد مقارنة ومشكلتنا أن ننظرنا من نعيان غربي وحاولنا أن نحاكم المرأة المسلمة علي سأتوقف العرض عند هذا الحل لأن أعلم هل هناك شريحة أخرى؟ سأختم هذه الشريحة وهي مشكلة المرأة اليوم مع معركتين أو مشكلتين الإشغال والإفساد المرأة تعرضت للإفساد كما تعرض الرجل؟ فالإفساد أزال عنها الأهداف والروح والتحقيق يعني أصبحت تعاني من غياب الهدف وإذا أصبحت لها إحراف أخلاقي مثل المرأة الرجل هذا نوع من الإفساد لكن هناك إفساد آخر لم ينتهي له هو الإشغال فأشغلت المرأة عن الأطفال وأذهلت المرضعة عن الرضيع يوم ترون أن تذهل كل مرضعة عن ماء رضيع متى يكون هذا يوم القيامة؟ اليوم أصبحت المرأة لا ترى طفلها الرضيع إلا ساعة أو ساعتين في اليوم فإذا أشغلت المرأة عن هذا الدور فظهر لنا قلة في العدد وصدنا في أعدادنا وظهر لنا قلة في الجولة فيجب أن نصلح الأمرين معاً أن نعلم المرأة علماً يخدمها في صناعة الإنسان وأضف الآن كل علومي النفسه علوم الاجتماع وعلوم التنمية الذاتية وغيرها ولدينا مشروع أكاديميز مهندسات الأجهال في أربعين نالتا كلها تدرس المرأة لكي تصبح أماً أماً واحترفة لأمومة وصمينا أمام الأجهال والأمر الآخر لا نشخلها المرأة التي تشتغل ثماني ساعات وعشر ساعات في اليوم هذه طلبناها بتربية أطفال فنحن مكذبة على أنفسنا أشكروا لكم حسنا استماعكم السلام عليكم شكرا 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 شكرا